السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو هذا بناء على طلب أحد الأخوة المتابعين للقناة بخصوص الجيب سبورد والمواد يلي لازم نستخدمها أو بالأصح كيف فينا نحسب كمية المواد يلي منحتاجها للغرفة أو الصالون طبعا هذا الموضوع ما بنحسب بشكل دقيق 100% ولكن ممكن نحسب المواد بشكل تقريبي طبعا فيه شروط لهذا الشيء أول شيء الموديل هو يلي بيحدد كمية المواد يلي رح نستخدمها وبيختلف من موديل لموديل تاني وتاني الشيء المساحة كلما كانت المساحة كبيرة كلما كان بيروح مواد أكتر ثالثا حجم اللوح أو مساحة اللوح فيه ألواح طولة 2 متر فيه ألواح 2.5 متر فيه ألواح 3 متر اللوح الـ 2 متر بيعمل مساحة مربعة مترين ونص واللوح المترين ونص بيعمل مساحة مربعة 3 متر واللوح الـ 3 متر بيعمل مساحة 63 سانتي طبعا هدول اللوح متوفرين يعني طول المترين والمترين ونص و3 متر متوفرين بشان ما يصير معك هدر بالمواد أنا رح أعطيك فكرة عن الموضوع وانتي على أساس هالفكرة هاي تبلش تحسب كم لوح بيأكل أو كم زاوية بتاكل الغرفة رح نعتبر هاي الغرفة طولها 3 متر وعرضها 3 متر هلأ عندي إذا بننعمل نحنا سقف سادة فالزوايا يلي رح نستخدمون حتقيس انت طول هالضلع يعني دك تقيس انت طول هالضلع زائد هالضلع زائد هالضلع زائد هالضلع زائد هالضلع بيطلع معك الزوايا أو الزاوية اللي بتيجي شكلها هيك اللي بنا نركبها عالحيطان الغرفة هاي بديه مواد 4 زوايا بالنسبة للواح الغرفة هاي طولها 3 متر وعرضها 3 متر واللوح عندي انا عرضه 120 سانتي وبطول 3 متر ف120 سانتي و120 سانتي مترين واربعين فبدك للـ 3 متر 60 سانتي معناتها بدك لوحين ونص ولانه ما في لوحين ونص فانتي بدك تستخدم 3 الواح يعني هاي الغرفة بتاكل 3 الواح الزاوية 4 زوايا 5 زوايا و3 الواح طيب هلا غير الزاوية شوفي عنا غير الزاوية بدنا نركب اوميجا وسي او شنال السي هي الجسر يلي منحمل عليه الاميجا والواح هلا الاميجا كيف بيتوزع الاميجا بتوزع كل 60 سانتي بدك تحط اوميجا كل 60 سانتي يعني خلينا نفرض نحنا هون هيك هاي 60 سانتي هلا هدول الاميجا كل 60 سانتي هادا اجباري ستندر يعني ممكن بمحلات تحط اكتر من هيك بس الستندر هو كل 60 سانتي بدك تحط اوميجا معناتها عنا 1 2 3 4 عنا اربع اوميجا فوق هدول الاميجا بدنا نحط الجسورة بالنسبة للجسورة اكتر شي ممكن تحط كل 70 75 سانتي مثلا مثل هاي الغرفة فيك تحط جسر واحد بالنص هاد جسر هلا هادا الجسر بكفي هادا الجسر بشيل بشيل الواح ولكن هو ما بكفي يعني مع المدة بصير بتفسخ السقف وبتقطع وبتشقق يعني فبيعمل مشاكل بالمستقبل فافضل شي انه تقريبا 75 70 60 سانتي اذا كانت المساحة اللي عنا اكبر من هيك كبيرة المساحة السادة اللي رح نشتغل فيها كبيرة فيفضل كل 60 سانتي انه تحط الجسر واذا كانت المسافة متل هاي صغيرة محصورة يعني 75 سانتي 80 سانتي بيمشي الحال فهلا انا بالنسبة لهون انا حطيت هذا الجسر بالنص رح ارجع حط هون جسر يعني بالنسبة للغرفة 3 متار كل 75 سانتي في جسر الـ C اللي بدنا نحطه 1 2 3 3 3 3 4 فهاي الغرفة بهالطريقة هاي تتاخذ المواد اللي نستخدمها هلأ مثلا عندي انا غرفة اطول يعني غرفة مثلا 3 متار 4 متار يعني انت هلأ هون بتصير بدك تزيد بالواح وبدك تزيد بالأوميجا وبدك تزيد بالC يعني بهالطريقة هاي بدك تبلش تحسب المواد اللي بتروح على الغرفة او على الصالون بشكل عام ما بتحسن تحسب المواد 100% اذا كان في عندك موديلات اما اذا كان مثل هذا سقف سادة او غرفة فيها بوكس سادة فممكن ينحسب بشكل دقيق هاي بالنسبة للسقف السادة هادة طيب أنا بدي احسب لغرفة مثل هاي غرفة فيها بوكس على الداير يعني هذا هذا الجبس بورد وانا بدي احسب المواد يلي رح استخدم هون طبعا الموديل اللي رح نساوي هون هو موديل سادة وبوكس سادة يعني شكله من على جنب بده يكون هيك هذا الحيط وهذا السقف البوكس طبعا اللي رح نساوي هو هيك فهلا انا بدي احسب المواد اللي بدي استخدم هون نفس الغرفة اللي قبل يعني هلا نحنا خلينا نعتبر انه البوكس هذا اللي عد داير مساحته 40 40 سانتي هاد اللي عد داير 40 سانتي فكيف بدي احسب انا هلا اول شي خلينا نحسب الحديد الحديد اللي بدو يروح هون هو الحديد اللي بدو يركب هون الزاوية وهون الزاوية وهون الزاوية فهلا كحسبة مبدئية وبسيطة انت بتحسب داير مثلا هاد طوله من هون لهون طوله 4 متر وعندي من هون لهون مثلا طوله 3 ونص خلينا نعتبر هيك اياسات الغرفة اللي معانا على انا بحسب 4 و 3 ونص بساوي 7 ونص وبالجنب الثاني في 7 ونص قدي صار 15 يعني صار انا عندي هون 15 متر 15 متر الزاوية طولها 3 متر فبيطلع عنا خمس زوايا هاي الزوايا تبعية الحيط تمام هاي الزاوية اللي حسبناها هلأ تبعية الحيط وبالنسبة للزوايا الداخلية اللي بالموديل جوا فكمان فيك تحسب خمس زوايا بخمس زوايا 15 زاوية فيك تحسب هاي 15 زاوية وفيك تحسب مثلا 3 متار ونص بتشيل مننا 40 سانتي من هون و40 سانتي من هون بيصير 80 فبيطلع عندي هون مترين و70 سانتي ففيك تحسب هيك مثلا بطلع معاي مترين وسبعين سانتي هون ومترين وسبعين سانتي هون وكمان من هالجنب كمان الاربع متار منشيل مننا الاربعين سانتي من هون واربعين سانتي من هون بيطلع معانا ثلاث متار وعشرين يعني ثلاث متار وعشرين ومترين وسبعين سانتي خمس متار وتسعين وخمس متار 80 طول 60 متر 22 متر 4 زوايا أنه على الحيطان يريد 5 ة 4 ثاطية feed 4 ة التي في الع Costa واضح بإثبت على الحيطان 5 ة و Villحسب أيضًا 15 ة فهي الغرفة هيك بتنحسب لو جبت انت اضيب اضيبين زيادة فالحسبة تبعيتون هيك بتنحسب بالنسبة للغرفة هاي اجباري بدك علبة براغي تبع جيبس بورد وبدك علبة براغي باطون بالنسبة اذا كان عندي انا الموديل قبل ما نحكي على هذا الموديل بالنسبة للواحة دول ففيك انت تحسبون الاربعة وثلاثة ونص طول سبعة ونص وسبعة ونص خمسطعش متر اللوح طوله تلتة متار وعرضه مية وعشرين فاللوح الواحد بيعطينا تلت قطع يعني تلت قطع اذا من اللوح الجيبس بورد شرحناه هيكة المية وعشرين شرحناه اربعين سانتي اربعين سانتي فبيطلع معنا تلت قطع تلت قطع هدولي طوله تسع متار وبدك تلت قطع تانيات طوله تسع متار بهالموديل هذا بهالغرفة هاي ممكن تستخدم لوحين واذا كانت الغرفة فيها انارة فانت رح يزيد معك بالحساب تبعك هي الزاوية اللي رح تركب هون زيادة يعني هون عندك زاوية وهون زاوية وهون زاوية وهون زاوية صار عندك اربع زوايا بينما بهالموديل هذا كان عندك ثلاث زوايا فانت رح تضيف على هالموديل هذا اربع زوايا هنين اللي رح يركبه هون يعني هذا الموديل خمس زوايا هون واربع زوايا هون واربع زوايا هون واربع زوايا هون 17 زاوية هون بالنسبة للواح الجيبس بورد اذا كان هذا الرف 40 سانتي وهذا حسبناه 20 سانتي وهذا 10 سانتي فبدأ يروح مواد لا الغرفة هاي ثلاث تلواح يعني انا حاولت انه جيب موديل بسيط واشرح عليه لحتى تكون الفكرة واضحة وتحسن انت تحسب بعدين لقدام بالنسبة للموديلات المعقدة او الموديل اللي فيه دوائر فهالموضوع هذا بيتقدر تقدير فكل موديل بيختلف على الموديل التاني بمساحة وبالحجم فانا عطيتك متل ما بيقولوا رؤوس اخلام وانتي على اساس هاته بتبلش تحسب المواد اللي بتستخدمها ولهوم نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته